موسيقى اليوم نعطينا انطلاقة للدراسة حول العمل من أجل وضع استراتيجية خاصة لجعل الموانئ المغربية تتماشى مع التطورات العالمية في إطار انتقال طاقي والهدف بالطبع هو أن نعمل على ضمان نجاعة المائية ضمان نجاعة طاقية وكذلك إزالة الكربون في هذا الإطار أنتم تعلمون بأن هناك توجه دولي لانخراط في هذا التطور ومن أجل ضمان تنافسية موانئنا فمن ضروري أن نقوم بتحويلها إلى موانئ خضراء والهدف من هذا اللقاء وهو تحديد كيفية الوصول إلى هذا المبتغى عديد دراسة جيد مهمة تتنظمها وزارات التجهيز مع البق الدولي وتتعلق بطاقة المستقبلية والطاقة المستقبلية خاصة فيما يخص النقل البحري لأنه واحد من المستهلكي الكبار للطاقة في العالم والهدف منه هو التطور المستقبلية خاصة في هذا النقل البحري أو النقل الجوي أيضا لأن نقصوا من نحيباس الحراري نسيباس الحراري في اليوم كمم مستقبلية ثم من المتقبلية وعلينا على المشاكل من المشاكل على المتغلقات والمتغلقات والمتغلقات وتعالي سيئة على المشاكل من المشاركة في المعارضة. ومشارك المشارك ياتيح على المعارضة المعارضة. وتمانية الأنمدي. عندما ندلقنا 3% من من المعارضة ع Integrity. هذا في المعارضة يعف토ه umano في نطرق المعارضة لتعبارة جهدية. اشتركوا في القناة